اشتركوا في القناة تلعب دور تنموي ايجابي في المنطقة العربية وبالذات منطقة الخليج والجزيرة العربية بعد الاستقلال حقيقة الكويت لعب دور الدبلوماسية الناعمة والعمل من عجل حل الخلافات والاشكاليات في الوطن العربي والصراعات المسلحة ونجحت كثيرا الحقيقة في كثير من المواقع الكويت قدمت كل نواع الدعم الاقتصادي والسياسي للاشقاء العرب وبدأت في دول الآن مجلس التعاون كانت الوسيط النزيه في الكثير من الخلافات التي عصفت بالمنطقة العربية خلال فترات الستينيات الى التسعينيات قدمت الكثير من الدعم لليمن والسودان والشقيقة مصر وليه الحقيقة الكثير من الدول لذلك الكويت الحقيقة فخورة بسجلها وايضا لها نظام دستوري وقانوني منذ 11-11-1962 صدور الدستور والحياة النيابية مستمرة بالرغم من الحواصف التي مرت بها لانها لا تزال موجودة ومستمرة والقيادة السياسية حريصة على وجود هذه الحياة البرلمانية وعلى وجود المشاركة الشعبية لذلك نحن نفخر بتجربتنا وبقيادتنا السياسية ونتمنى ان شاء الله ان تستمر الكويت دائما في صعودها وتقدمها وقدرتها على حل المشاكل ما بين الدول من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عايد المناء المالا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة